السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا عزائي إن شاء الله اليوم مع بعض عندنا الدرس الثالث حنتكلم عن السوائل والغازات في النشاط الاستكشافي طيب بنكون مع بعض بإذن الله بهذه الصفحتين بناخذ مجموعة من الاستفسارات و بنوصف الصورة عندنا نشوف وش فيها طيب و بعد كده سنجري النشاط اللي موجود عندنا بهذه الصفحة طيب تعالوا نشوف مع بعض بالصورة ماذا نشاهد أحسنتم ولد يمارس رياضة السباحة المسبح عندنا مليء بماذا يا سلام عليكم مليء بالماء الماء هنا وش حالته صلبة ولا سائلة ولا غاز أحسنتم أحسنتم الماء حالة سميها حالة سائلة طيب الفقاقيع هذا اللي قاعدة تخرج من فم الولد وش عبارة عن ماذا تزين الغاز الهوى اللي يخرج من الفم طيب في عملية الزفير في عملية خروج خروج الهوى التنفس الهوى هذا وش حالته سائل زي الماء ولا غاز مثل الهوى ولا صلب أحسنتم غاز إذن عندي بصورة فيه سوائل وفيه غازات طيب خلونا ناخذ السؤال الأول كيف يختلف السائل مثل الماء عن الغاز مثل الهوى يا سلام عليكم الغاز الغاز مثل التنفس الهوى اللي يخرج من فم الولد هذا أو مثل الهوى اللي موجود عندنا هنا أو مثل الدخان اللي يخرج من الشواء إذا جينا نشوي مع بعض طيب هذه غاز الغاز وين يروح تزين ينتشر يصعد الأعلى ويروح ينتشر يتوزع أما السائل هل هو مثل الغاز ينتشر ويتباعت بالتأكيد لا السائل يكون في منطقة معينة يسيل فيه يتحرك فيه مثل عندنا العسل الآن يسيل من الملعقة فنشوف عندنا هنا كيف سال وتوسع لكنه ما هو مثل الغاز الغاز ينتشر في الهوى ما حتى تقدر تروح تمسكه طيب إذا نقول الدخان عندنا عبارة عن غاز والعسل عندنا عبارة عن السائل الغاز ينتشر هذه الكلمة نقراها ينتشر يعني يروح يتوزع في كل الجهات لكن السائل مثل العسل أو مثل الماء عندنا يسيل يعني يتحرك من مكان لمكان معين فقط ما هو مثل الغاز يروح في كل الاتجاهات طيب تعالوا نشوف هل يستطيع الولد هذا التنفس تحت الماء بالتأكيد لا لازم يكون معاه استوانة استوانة غاز أكسجين ويتنفس فيها أو أنه كل شوي يصعد للأعلى ويأخذ هوا ثم يعود للماء بهذه الطريقة يستطيع تنفس طيب أين يمكن أن نرى الفقاعات مثل هذه الفقاعات التي تخرج من فم الولد في سائل بعض الحين في البيت بالمطبخ إذا جينا نطبخ نرى فقاعات بهذا الشكل الفقاعات هذه سببها الحرارة خروج غازات يتحول الماء هذا إلى بخار إذا تحول إلى بخار إذا سخن الماء هذه وتحول البخار البخار ينتشر في الهواء يصير غاز كان ماء سائل لكن ينتشر بعدين ويصير غاز إذا إذا تحول الغاز أنتشر أعيد الماء هنا حالته سائل إذا سخن ياخذ حرارة يكتسب حرارة ويصير الموية حارة طيب بعد فترة الموية هذه تبدأ تخرج منها الفقاقية هذه ويتحول الماء السائل هذا إلى غاز عشان كذا نشوف البخار يطلع وينتشر أيضا نشوف هذه الفقاقية في بعض المشروبات اللي عندنا هذه تعني يش الفقاقية أنه المادة هذه يوجد فيها غازات طيب تعالوا انظر وأستساءل عندنا السؤال اللي موجود عندنا في الأسفل هنا شي يقول يسبح هذا الولد نحاول نقرأ مع بعض يلا يسبح هذا الولد في الماء يعني هذا الولد يسبح في الماء في مسبح أو على الشاطئ ما سبب وجود الكثير من الفقاعات في الماء ما معنى سؤاله ما معنى السؤال اللي هنا نبغى نشرح معناه وش يقول السؤال تزين يقول الولد هذا جالس يسبح وقاعد تخرج فقاعات نشوف فقاعات هذه هذه الفقاعات اللي قاعد تخرج وش سببها ما سبب خروج هذه الفقاعات احسنتم سببها خروج الهواء أثناء الزفير انت تجد تخرج الهواء الهواء هذا غاز الغاز هذا مع الماء نشوفه في شكل فقاعات الغاز في الماء نشوفه هو يخرج على شكل فقاعات فنقول خروج الهواء من أنف وفم الولد طيب الخروج هذا طبعا نسميه الزفير لما يخرج الهواء من جسم الإنسان نقوله زفير طيب تعالوا نشوف مع بعض الصورة التالية ماذا نشاهد بهذا الصورة يا سلام عليكم ممتازين أشجار طريق وهطول أمطار طيب سؤال المطر هذا الموية اللي تنزل من السماء الله يرزقنا الغيث يا رب هل هو المطر سائل الماء اللي ينزل سائل أم صلب أحسنتم الماء اللي ينزل ماء المطر سائل طيب ليه سميناه السائل ليه قلنا له السائل كيف عرفت ذلك أحسنتم لأنه يسيل وينساب في الطرق نشوف الماء يتمشي في الطريق مثل إذا بالبيت عندنا انسكب الماء على الطاولة يتحرك أو سكبنا ماء رشينا ماء في الحوش الماء يتحرك في الحوش فهذا يسيل ينساب طيب أسألكم سؤال هل ممكن يكون اللي يحطل علينا مادة صلبة ممتازين اللي هو البرد البرد حبات صلبة للماء متجمدة وتحطل فإذا هطل البرد نقول صلب بعد فترة لما تشرق الشمس أو تصدع الشمس يذوب ويتحول إلى السائل طيب تعالوا نشوف عندنا النشاط عندنا نشاط نبغى نسوي هذا النشاط مع بعض وش فكرة النشاط نبي نتعرف على خصائص السائل معنى كلمة خصائص وش نقصد فيها متزين يعني صفات الشي صفات السائل نذكر خواص مثل ما أخذنا في دروس ماضية ذكرنا خواص بعض المواد الصلبة ذكرنا اللون والشكل والحجم متزين والملمس ناعم خشن نقولنا هذه الصفات خصائص اليوم بنتعرف على خصائص السوائل تعالوا نشوف شو بنحتاج بنحتاج لقطارة طيب لو ما كان عندي قطارة أقدر أستخدم مثلا عود الأذان أو أقدر أستخدم عود أسنان أو أي قطاع حندي طيب وعندي ماء ملون عندنا بالبيت ملون طعام نقدر نلون الموية فيه ولو ما عندنا نقدر نستخدم الماء العادي ورق مشمع هذا ورق بلاستيك موجود عندنا بالبيت نغطي فيه بعض الأطعمة نحفظ فيه الأطعمة ممكن نستخدمها وعندي عيدان خشبية عود أسنان مثلا يكفينا طيب شو بنسوي بالتجربة تعال نشوف يقول أقيس أملأ القطارة بماء ملون أحط بالقطارة ماء ملون ثم أضع قطارات منه بعضها بجانب بعض بعد كذا على الورقة المشمعة يعني على الورق اللي فيه حطينا عليه بلاستيك مشمع بعد كذا ألاحظ أستخدم عودا خشبيا مثل عود الأسنان لتحريك القطارات ماذا يحدث للقطارات الآن بيشوف التجربة مع بعض وبنتعرف على بعض خصائص السوائل طيب تعالوا نشوف مع بعض الورق المشمع وش فائدته أجهز على كرتون طيب أجهز على كرتون عادي كرتون نجده في كل مكان أخذ لي قطعة كرتون وغلفها بالمشمع اللي زي كذا وأخذ عندي هذه قطارة عندنا في بعض الأدوية عندنا بالبيت ممكن نأخذها منه في بعض الأطعم يجي معها وهذا السائل قبل ما نبدأ بالتجربة أنا بسأل سؤال نقدر نذكر صفات وخصائص هذا السائل الآن تزين حالته يا سلام عليكم سائلة ومن صفاته اللي أمامنا نشوفها الآن له لون أحسنتم هذه من الصفات من الخصائص له لون لونه أزرق غامق طيب ما لي للأسود هذه صفاته خصائصه طبعاً لو أنتم موجودين ممكن نقول هل له رائحة أو لا إذن هذه أيضاً من الصفات أقول الله له رائحة لو كان صالح للشرب أقول له طعم حالي أو طعم مر هذه أيضاً من صفات وخصائص الشيء اللي نقدر نوصفه طيب تعالوا نشوف في التجربة عندنا هذه الآن القطعة بعبي القطارة بالماء طيب الماء الملون هذا الماء الملون الآن في القطارة وأقطر بالشكل هذا هذه القطرة الأولى القطرة الثانية القطرة الثالثة القطرة الرابعة القطرة الخامسة القطرة السادسة طيب بهذا الشكل وأبدأ الآن بعود الأسنان عود خشبي الآن أحرك الماء هل الماء حافظ على شكله مثل المواد الصلبة ولا تغير تزين بدأ يتغير يزحف معنا شوف قاعد أجمع الموية الآن شايفين الموية؟ قاعد أجمعها الموية الملونة جمعتها عندي بهذا الشكل إذن هل الماء أو السائل الآن حافظ على شكله ولا تغير؟ تزين تغير شكله تغير لم يحافظ على شكله مثل عندي الآن بالدرس الماضي أخذنا المواد الصلبة المواد الصلبة الآن أحركها بنفس حركة السائل هل حافظ على شكله ولا تغير؟ تزين حافظ على شكله شكله ثابت ما تغير المواد الصلبة لكن المواد السائلة لا المواد السائلة يتغير شكلها هذا بالنسبة لتجربتنا اليوم وبنرجع إن شاء الله بعد شوي مع الشاشة وبناخذ الأسئلة وبنحلها لكن قبل ما نرجع للشاشة خلونا شوي هنا تعالوا نشوف الآن مع بعض طيب هذه الكاسات الثلاث عندنا ثلاث كاسات الأولى الثانية طيب وهذه الكاسة الثالثة طيب أشكال الكاسات الثلاثة هل هي متشابهة ولا مختلفة؟ ممتازين أشكال الكاس أو الكؤوس الثلاثة مختلفة طيب شكل السائل هنا كيف؟ أحسنتم أخذ شكل الكاس طيب أصب السائل هنا الآن هل تغير السائل؟ هل تغير شكله؟ نعم تغير شكل السائل ليش تغير شكل السائل؟ لأن الكاس متغير شكله مبزي هذا مبزي حجمه فيتغير السائل يتغير بتغير شكل الإناء شكل الكاس ما يحافظ على شكله ما هو مثل اش اسمه؟ القطعة المكعب عندي لو كانت هنا وشلتها وحطيتها هنا حافظت على شكلها المواد الصلبة تحافظ على شكلها شكلها يبقى ثابت لكن المواد السائلة المواد السائلة لا تحافظ على شكلها تأخذ شكل الكاس اللي توضع فيه طيب تعالوا للماء السوائل عندنا أنواع كثيرة الماء الملون هذا سائل الماء عندي العادي سائل نذكر سوائل ثانية تأخذين العصير عندي سائل احسنتم ها اللبن سائل الحليب سائل طيب نبي نذكر صفات وخصائص عندي الماء هل الماء مثل صفات هذا السائل تأخذين فيه صفات مشتركة وفيه صفات مختلفة المشتركة كلهم سوائل هذا سائل اللي داخل وهذا سائل هل الماء يحافظ على شكله ولا يأخذ شكل الكاس متازين الماء يأخذ شكل الإناء عندي هنا الماء ما أخذ شكل القارورة وعندي أيضا هذه القارورة فارغة تختلف في شكلها عن شكل القارورة فبنحط الآن الماء في هذا الكوب الماء الآن أخذ شكل الكوب والماء هنا ما أخذ شكل القارورة فالتشابه بينهم أن السوائل لا تحافظ على شكلها تأخذ شكل الكاس اللي توضع فيه طيب طيب نجي الآن لصفات الماء نبي نذكر خواص الماء إحنا ذكرنا قبل شي خواص السائل هذا الآن نبي نذكر خواص الماء إحنا لما نشرب الماء هل له طعم ومتزين ليس له طعم طيب لو شميناه هل له رائحة ومتزين بالتأكيد ليس له رائحة طيب هل له لون مثل هذا ومتزين بالتأكيد ليس له لون إذن صفات الماء ليس له طعم ليس له رائحة وليس له لون لو شفنا ماء له طعم نقول ممكن يكون الماء ملوث لو شمينا ريحة في الماء نقول الماء ملوث لأنها تغيرت إحدى صفاته إذن هذه صفات أو خصائص السوائل ممكن أصفها بشكلها بلونها بحالتها أيضا عرفنا اليوم أن السوائل لا تحافظ على شكلها تأخذ شكل الإناء أو شكل الكوب أو شكل الكأس الذي توضع فيه طيب نرجع للشاشة مع بعض يلا نرجع للشاشة مع بعض عشان نستكمل حل التمارين بسم الله طيب تعالوا نشوف عندنا السؤال هنا يقول أستخدم عودا أو أعوادا خشبية لتحريك القطرات ماذا يحدث للقطرات ويسار للقطرات يوم جبنا وحطينا على القطعة وحركناها تزين تحركت يتغير كل ما حركناه في الأعواد الخشبية لأنه ما يحافظ على شكله تجمعت القطرات مع بعض طيب نشوف السؤال الثالث أتواصل أذكر بعض خصائص الماء الماء قلنا ليس له لون ما له لون وليس له رائحة وأيضا ليس له طعم هذه الصفات وخصائص الماء إذا تغيرت واحدة من هذه الصفات نقول للماء ملوث أو نقول مثلا إذا كان شيء نستخدم زي ماء الورد أو ماء ملون نطبخ فيه في أسماء أخرى لا يصبح ماء للشرب طيب نشوف مع بعض استكشف أكثر شي يقول هل السوائل شكل محدد ولا أشكالها تختلف طبعا عندنا الماء لو سكبناه في الكاس يختلف عن شكل القرورة شكل القرورة تختلف عن شكل الكاس في الماء هنا أخذ شكل القرورة والماء هنا أخذ شكل الكاس عندنا العصير أيضا العصير يأخذ شكل الكاس أما المواد الصلبة فقلنا أنها تحافظ على شكلها يبقى شكلها ثابت إذن تعلمنا اليوم في درسنا أن نستطيع أن نصف صفات أو نذكر خصائص لبعض السوائل اللي أمامنا وعرفنا أيضا أن السوائل لا تحافظ على أشكالها بل تأخذ أشكال الكأس أو الإناء الذي توضع فيه إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودع في أمان الله